السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذه الليلة هو حول اليوم العالمي للشغل غدا بإذن الله تعالى فاتح ماء وهذا موعد يجمع كل شغيلة العالم يقفون وقفة تأمل ووقفة تقييم للمصار المهني في عالم الشغل في كل القطاعات غدا ان شاء الله تعالى يوم عطلة لكن ليس لكي ننعم بالراحة والنوم وانما بان نشارك في المسيرات ونشارك في الاستعراضات ونشارك الفرحة فرحة العيد عيد العمل عيد الانتاج عيد الشغل ما حقيقة هذا العيد وما هي التطورات التي شهدتها هذه المناسبة التاريخ يسجل بان اول وقفة مع عيد الشغل كان في الولايات المتحدة الامريكية في منطقة تسمى شيكاغو كان هناك سراع وقع ما بين العمال وارباب العمل وادطرت القوات الامنية للتدخل وعوض ان يكون الحوار هادئا وان يكون النقاش هادفا احتدت النزاعات وارتفعت الاصوات ووقعت تشابك بالاياد مما جعل قوة الامن تدتر تدخل ومن ثم تضرب بالرصاص ويموت عدد من المطالبين بالحقوق هذا السبب كان دافعا للعمال على اختلاف توجهاتهم ان يقفوا وقفة تضامنية مع هؤداء الاخوة الذين سقطوا من اجل مطالبة بحقوقهم سرعان مع العملية بدأت تنتشر من مكان الى مكان حتى وصلت الى اوروبا فرنسا والمانيا وبلجيكا وبريطانيا ثم لقيت ادانا صاغية في المعسكر الشيوعي لما كانت هناك الماركسية متقدمة وكانت متبكينة كان هناك ايضا الكال ماركس الذي كان ينادي يا عمال العالم اتحدوا فليس لكم الا قيد تكسرونه وكأن العمال يعانون من العبودية وانهم مصفضين بالسلاسل والاغلال ويبحثون ان يفكوا عنهم هذا القيد لكي يأخذوا الحرية لكن الحقيقة ان الاحتفال بباتي حماي والمطالبة بالحقوق ليست هذه بدايتها فقط هذه تسجيل للحقيقة التاريخية وإلا فان عبر التاريخ منذ الازل كان الصراع قائما الصراع على لقمة العيش الصراع على الرزق الصراع على المال عبر التاريخ منذ ان هبط آدم وزوجته حواء الى الارض وبدأ اولاده قابيل وهبيل وبدأت الحضارات والمدنيات نتكون واستمرت الامم في كل حقبة تاريخية هناك صراع في الحقبة الزراعية والحقبة الصناعية والحقبة كل حقبة من الحقبة التاريخية فيها صراع والصراع لازال مستمرا وسيبقى مستمر الى قيام الساعة لماذا؟ لان حقيقة الحياة خلقها الله تعالى فيها اختبار وهذا الاختبار يقتضي ان نقع في النزاع ومن تم ربنا عز وجل يميز الخبيثة من الطيب العمال لما انتضموا في اطار نقابات عبر العالم واخدوا يرفعون اللافتات ويقدمون مجموعة من المطالب المطلب الأول الذي يحتاجون اليه وهو تحديد ساعات العمل من قبل لم يكن هناك تحديد لساعات العمل كان الإنسان يشتغل 10-12-14-16 ساعة في اليوم وهذا فيه إرهاق فالنقابات قالت لابد أن نقسم الوقت للعمل لا يتجاوز تلوط اليوم بمعنى 8 ساعات للعمل 8 ساعات للراحة 8 ساعات للنوم فالإنسان ينام 8 ساعات في اليوم طبيعيا فكان أقصى وقت للعمل هو 8 ساعات في اليوم هذه المطالبة الأولى دين العمال ثم المطالبة الثانية وهو الزيادة في الأجور هذا مطلب مستمر وسيبقى مستمر لماذا؟ لأن الإقاع دين الحياة ودين المعيشة يتصاعد دائما هناك غلاء وبالطبيعي لابد أن يكون هناك الزيادة في الأجور أحيانا الحكومات تغمض عينيها عن الأجور وتزيد في الأسعار وهنا يقع العامل في ورطة من ثم يكون مضطر لكي ينتظم في نقابات ليطالب بحقوقه وما ضع حق وراءه طالب لكن الحكومات في الدول الديمقراطية تحرص على أن توازن ما بين غلاء الأسعار والزيادة في الأجور بشكل منتظم بعد ذلك هناك مطلب أساسي جدا وهو تحسين ظروف العمل لابد أن يكون ظروف العمل مواتية لا يمكن أن نعمل في الحر أو نعمل في مكان فيه خطر أو مكان ربما بعيد عن البشر وتشعر فيه بالغربة لابد أن تكون ظروف العمل مواتية في ماء في كهرباء في تهوية في نقل في كذا وكذا هذه المطالب الأساسية التي كان يطالب بها العمال أضفوا إليها مطالب أخرى خاصة بالأطفال عدم تشغيل الأطفال إلى حدود 12 سنة ثم كذلك قضية المرأة عمل المرأة وظروف المساعدة لعمل المرأة مرأة لستك الرجل عندها الوحم وعندها الحمل وعندها الوضع وعندها الرضاع وقدراتها لا تستطيع أن تتحمل المشاق لابد من حقوق فكانت هذه المطالب الطبيعية ثم بعد ذلك تكونت نقابات كل نقابة لها إديولوجية تتبع إلى فكر معين يمين يسار وسط وسط اليمين وسط اليسار وهكذا بدأت التوجهات المتعددة هذا اختلاف طبيعي ربنا عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم الاختلاف طبيعي ولا يفسد للود قضية ولكن هذا الاختلاف أحيانا ينشو عنه صراع صراع كبير بين الأطراف المعنية بالأمر خصوصا العمال وأرباب العمل قبل هذا التاريخ من فاتح ماي كان هناك دائما توتر في العالم كلما تعلق الأمر بالحقوق والواجبات إلى أن تتدخلت الأمم المتحدة وارتعت أن تتخذ من هذا الشهر فاتح ماي هو اليوم العالمي للشغل وتضع فقرات في المتاق العام للأمم المتحدة يراعي حقوق الإنسان وحقوق العمال من أجل أن نخلق نظام متوازن وحتى نبتعد عن الفوضى لأن الفوضى أصبحت في فاتح ماي أصبح هناك تصفية حسابات وهناك من يقوم بالقلبات ويقوم بإحرق السيارات ويقوم بالتخريب والتدمير فتأسست مجموعة من النقابات عندها توجه إنساني ووطني وارتعت أن يكون فاتح ماي مناسبة للراحة يسمى عيد العيد الأممي عيد الشغل العيد هو محطة للفرحة محطة للسرور فصار فاتح ماي سنوات طوال منذ زمان موسم للتنافس في الاستعراضات فكانت كل دولة تجمع عمالها وينتظمون في نقابات معينة وجمعيات ويقومون باستعراضات للإنجازات كل قطاع يفتخر بمدى أنجز قطاع الصيد البحري قطاع الفلاحة والملاحة قطاع النسيج قطاع الكيمويات قطاع كل قطاع الإدارة العمومية والخدمات كل قطاع يفتخر بما أنجزه أصبحت المنافسة بين العمال هي أولا بعد أن أخذنا حقوقنا من تقلص ساعات العمل وبعد أن تم تزيل في الأجور وتحسين ظروف العمل هنا نبدأ في الإنتاج نتنافس في الإنتاج وفاتح ماي سنوات طوال صار عيدا حقيقيا ترى فيه البهجة ترى فيه السرور في المدن الكبرى تكسى بالرايات الوطنية وتسمع النشيد الوطني في كل مكان ويوم فاتح ماي لا تعمل فيه أي وسنة مقل لا حافلات ولا قطارات ولا ترامواي ولا أي مكان الناس كلهم يترجلون وكلهم يشاركون في الاستعراضات وتكون بهية بهية هناك استعراضات في الرياضات الكاراتي الحمل الأتقال كل شيء جميل يبعث على السرور والفرح فكذا فاتح ماي للسنوات الماضية موناسبة ينتظرها الناس بشغف متى سيكون فاتح ماي لأنه يكون فيه الفرحة والسرور وتبادل التهاني والخطابات التي يلقيها المسؤولون عن النقابات كلها فيها التناء على الإنجاز وفيها تعبير عن الارتياح وفيها رفع للهمم للمزيد من العمل والمزيد من العطاء لكن بعد فترة السبعينات من هذا القرن ستتغير الأوضاع إلى أسوأ والعياد بالله السبب هو أن هناك توالي مجموعة من الأزمات الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت تخلق مشاكل فهنا نلاحظ بأن النمو الاقتصادي صار يتباطع لأن الإيديولوجيا غلبت على العمل المنتج هناك إيديولوجيات وهناك تصفية حسابات هذا أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي ومن ثم راحتنا تباطؤا في النمو الاقتصادي العالمي ثم بعد ذلك سيترتب عن ذلك ارتفاع في نسبة البطالة البطالة في كل مكان حتى أصحاب الشواهد الجامعية عنده البطالة في العالم ليس في مغربنا فقط وهذا الارتفاع البطالة سوف ينتج عنه إن كماش داخل المجتمع ثم بعد ذلك سوف ترتفع المستويات الاحتجاج لأن المواطنين عندهم قدرة شرائية ضعيفة والأمال ديالهم عريضة وطويلة ولكن الإمكانيات محدودة هذا جعل بأن الخطاب الذي سوف يسود بعد السبعينات في العمل النقابي هو خطاب كله تمرد وكله تعبير عن الاستياء لهذا تجد بأن في الخطابات الرسمية ديال المختلف النقابات على اختلاف توجهتها فيها تنديد وفيها ندب للحظ السعيد والكل يتكلم عن الأزمة أزمة في كل شيء أزمة في النقل عمال النقل الحافلات سيارة الأجرى وكل أشكال النقل حتى الطيران الكل يعبر عن استيائه من الوضعية أزمة في قطاع السكن فالناس يقولون بأن المنعيحين العقاريين صاروا يستغلون وضعيتهم ويتغالون في أثمنة السكن وحتى السكن الاقتصادي والاجتماعي لم يكن ولم يعد في متناول العامل البسيط ثم أزمة أخرى في التشغيل فرص التشغيل قليلة ورجعنا إلى الوراء من حيث رفع عدد ساعات العمل الإضافية وتقليص الأجور حد سميق ثم التمييز الغير الإيجابي ما بين المكونات تعالم شغل هذا جعل الرؤساء النقابات يحتجون ولا تسمعوا إلا التنديد هذا اليوم في بعض الدول عندهم راحة لأنهم استطاعوا أن يحققوا المطالب وبدأوا يتحدثون عن مطلب السعادة الدول مثل السويد الإمارات العربية المتحدة مع الدول لهكذا المتقدمة جدا وعن دخل فردي مرتفع في فتح ماء يتكلمون عن حقوق العمال من حيث السعادة ما بقوا يتكلمون على حقهم في السكن وفي النقل وفي التعليم وفي الصحة يتحدثون عن حقهم في السعادة كيف يكون هذا العامل سعيدا ويكون مبتهجا لكن في دول أخرى يكون هذا اليوم الناس يتحدثون عن لقمة العيش عن الضروريات لهذا في الدول اللي عندها أزمات أول من يشتغل في عيد 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 فتح ماء هم رجال الأمن والسلطات المحلية هم أكثر الناس يعانون من فتح ماء لأنهم يكونون متأهبين خوفا من أي انفلات أمني ويقع صراع ويقع ديمن هناك تحسب وترقب لما قد يقع فهم لا يحبون هذا الشهر ولا يحبون هذا اليوم لأنه بالنسبة إليهم يوم متاعب ويوم ضدق نريد أيها الأحب الكرام كيف نعيد فتح ماء إلى السال في أهده قبل السبعينيات من هذا القرن لما كان فتح ماء عيد جميل الأغاني الوطنية تجدها في التلفاز والمدياع والمحطات الإرسال أغاني وطنية حماسية تزيد في حماس الشعب كيف يمكن أن الوزارات والقطاعات الحيوية تفتخر بالإنجازات بأن شغلت الشباب العاطل وأن نسبة النمو الاقتصادي في الارتفاع كيف تجد العامل البسيط يوفتح ما يستحم ويلبس لباسا أنيق سياحي ويخرج إلى الشارع العام ويرفع الراي الوطنية ويردد النشيد الوطني ويفتخر بأنه عامل كيف نعود إلى هذه الصورة الجميلة هذه الصورة التي افتقدناها عن فتح مي ربما غياب الوازع الديني في الخطابات السياسية والنقامية كان سببا قويا فيما نلاحظه من توتر ومن تأزم ومن تدمر الخطاب الديني يعطينا أمل كبير بأن العمل هو فريض أولا قبل أن أعمل لكي أنضبط لمتاق الشغل أن أعمل لأن الله تعالى أمرنا بالعمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الخطاب الديني يوصين بإتقان العمل الإتقان إن الله يحب من عمل عمل أن يتقنه فالإنسان يتقن العمل ليس لكي يأخذ علوات ويأخذ دفوعات إضافية على أجرته وإنما يتقن العمل لأن فيه أجر وفيه تواب مع الله سبحانه وتعالى ثم الخطاب الديني يحدثنا عن البركة في الرزق البركة فالخطاب السياسي أو النقاب العادي يتكلم دائما بأن هناك ندرة في الإنتاج وشح في التمويل دائما تسمع كلمة أزمة ندرة شح قلة احتياجات الخطاب الديني تحدث عن البركة هناك بركة هناك خير ربنا عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الخطاب الديني دائما يعطينا بأن الرزق ليس عند صاحب العمل وليس عند المؤسسة التي أشتغل عندها تلك تعطيني أجر فقط أجر ولكن الرزق أكبر من الأجر الرزق هو عطاء من الله وفتح من الله وجود وكرم من عند الله الرزق في الصحة إذا أعطاك الله تعالى صحة وعافية جيدة فإنك لن تحتاج إلى أن تضع ميزانية للطبيب والمصحة والصيدلية لأن ربي أكرمك بالصحة نعمة إذا أكرمك الله تعالى بالمصالحة مع نفسك ومع زوجتك ومع أولادك ومع محيطك لن تحتاج إلى ميزانية أخرى لك يتدب إلى المحامات أو إلى القضاء فإنك توفر هذه الميزانية إذا أعطاك الله تعالى أولاد صالحين طيبين فإنك لن تحتاج إلى أن تبحث على من يقوم بتقويم سلوكهم وتدفع أجور أخرى إضافية هذه المفهوم البركة ربنا عز وجل إذا أعطاك البركة في الرزق فإنك لا تهتم بمن يعطيك المال وكم أعطاك وما ستوفر هذا الخطاب الناس اللي عندهم رؤية دنيوية قاسرة كتلقاك يتحاسب بزاف عنده كالكولات خيس يحسب شحل دخل شحل خرج شحل غد يش يطلين ولي يحسب بزاف ما كيش يطلين هو بالو في الدين عندنا حمد لله الرؤية النورانية بأن كل يوم هو في شأن والله تعالى اسمه الرزاق دول قوة المتين بغنى ان شاء الله تعالى خلال هذه الحلقات ديال اليوم العالمي للشغل نتحدث كيف يمكن أن نغير رؤيتنا للعمل وللشغل وإلى الحقوق والواجبات بمنظار إيجابي عوض أن نبكي على طول الخط وعوض أن نلعن الظلام في كل وقت نوقي الشمعة نوقي الشمعة وننير محيطنا ونسعد فيما بيننا هذه المناسبة طيبة مباركة مناسبة فاتح مي نود أن نوجه تهانين لكل الطبق الشغيل في كل القطاعات ونبدأ بالعالم القروي في قطاع الفلاحة ثم بالصيد البحري ثم برجال التعليم رجال التعليم لك نرفع لهم حد تحية كبيرة لأنه يقوم بتربية أبنائنا وبنتنا يستثمرون في بناء الإنسان ونوجه تحية كبيرة لقطاع الخدمات ونوجه تحية كبيرة للصيادل والأطباء في قطاع الصحة ونوجه تحية كبيرة للمشتغلين في الكيمويات وأخرى أكبر لرجال الأمن ورجال القوات المسلحة التي تحمينا وكل من يشتغل من قريب أو بعيد في خدمة الصالح الحام نقول له بارك الله لكم في عيدكم الأمم عيدوا الشغل وكل عام وأنتم بألف خير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونذكر بأرقامنا الهاتفية الموضوع رهن إشارة الجميع وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات الهاتفية ونبدأها من إقليم أجدير معلل الملكة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنت ملكة كل شيء بأخير أكرمك الله يا مرحبا الله يبرك فيك على جميع المسلمين والمسلمات يا ربي أمين حتى كعمل حاجة بقدك تدعي لي معاوض خيام مريض تدعي معاوض الشفاء العجيب يا ربي أمين يا رحمن يا رحيم يا ربي كريم ودعي لي معاوض الزوج زيالي يصر لنا ربي الأمور ودعي لي معاوض عائلتي كلها الأخوة والأخوة يا ربي أمين ودعي لي معاوض صحابتي وجميع الأمة المسلمة يا ربي أمين إن شاء الله لنا ملكة إن شاء الله لنا شكرا جزيلا لك يا ملكة ونحن إن شاء الله بغينا نؤخر الدعاء إلى ختام الحلقة ويكون واحد دعوة شاملة وعامة للجميع لأنه كما نقول مرارا بأن الدعاء إذا كان جماعيا كان أقرب إلى الإجابة للملكة نطلب الله سبحانه وتعالى يا الله المسلون أدوا صلاة العشاء والقلوب طاهرة والأفئدة متوجهة إلى ربها نسأل الله الواحد الأحد أن يبلغك مقصودك ويشافي هذا الشاب المريض اللهم شافيه وعافيه وداويه بدوائك وارزق الصحة والعافية وتمام العافية وأسأل الله الكريم أن ييسر لكم الأمور ويبلغكم المقصود ويحقق لكم الرجاء اللهم آمين يا رب يا كريم وأنا تحول من أجدير إلى تازة مع للا نديا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد رب ينشكره للا الله يباك فيك والله يطلقنا في عمرك أكرمك الله أمي الحاج ما قالت إشألية شوية للا شوية قد تكلمي شوية كتر غا نستحضر بإذن الله أنا إياه السيدة لك ونفعيط لك هذي شي شهر تقريبا قد لك عندي الراجل مريض عقليا وعندي جد لوليدات إياه عقلت عليك للا إياه إياه لا إله إلا الله لا إله قد لك ما ما عنديش الضو ساكنة في واحد جبل مسكني واحد الراجل لا إله إلا الله لا إله لدي واحد البنت ما دخلت أشتقها لأنني ما عنديش باش ندخلها لا حوله لقوت إلا بالله إياه ما عندي عمي الحاج لأخذ ماله حاج لأضوله أولادي كي بقولي بالجوع بالعرامة كالقش بأنني حاليا مريضة ما لقيتش باش ماشي ندوز لا إله إلا الله ينطلب منك عمي الحاج والمحسينين قد تتساعدوني بشي حاج يا رب يا كريم لا لا ندية مليت زوجتي مع الراجل أول مرة كان هو بصحة وعافية جيدة في اللول وكان مرض في الصغر وكان تعالج ولكن في الأخر والله مرض هو ما كيدرش ما كيدر تحاجه ولكن باكيرة دياله ممسوحة لا إله إلا الله وش دياله حرفة الحرفة اللي كانت عندهم اللي كان سليم صحيح يعني كأحرت مع الناس وكيسراح في الفلاحة وها كان فض الزيتون يعني ما كانش عندهم ممتلكة أرض ولا ممشية بهايم كان غير طالب معه شو خدمه بدرعه وكي خدمه مع الناس كي يخدم مع الناس ما عنده تحاجه وكي بساكي للا بغيت نتبيه هكيا بلاسات دا كي ربيلهم سحق سليتها نتبيه ونهارة انا ما يعرش فيني يمشي وانا مشة ما يعرش يقولي ليلى هيد الله ليلى هيد الله وتيلا لا نديا تعلمتي شي صنعة شي حرفة في العالم القراوي كأن أخدمها كمع الناس في الرباء ولا نحلب البقرة هكا ولا نسراح ولا ليلى هيد الله ولكن عمي الحاجك ياخض أقرك بزائي وتغلبتي لا يخلصوك ومك يعطوك حاجة إلاك قدرك يعطوك دقن قبزة بجة أشعة وله ذلك اللي يتواجد الحليب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تقصوك أولادك يقاولك بالجوع ما تلقاش باش تكسيهم ما تلقاش بنتعيد ليهم البندية ساعة عمين دي القراية لا حول ولا قوة إلا بالله وللد السكنة ديالكم دبا الآن كنتوا في الخيمة عائلية ولك فقا سيدي تبرع عليكم بشي سكينة في الجبل بلا كل ناس اكنان كايشد ضيور دلناس هكي كان كايشد ضيور دلناس ويخدم اياه ومالنين مرد صعفة ما بقى قبلوتها واحد اياه هذك اللي بحل السارح ولا بحل الخماس ولا غيره كي يسكن مع الناس ويأكل يشرب رجال استنبع وخماس انت يعرف اياه لا 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 اله الا الله كي ياخد خموس ساكنين في غارة عمين حاسة حتى الارض ما كانش ملاضو ولا طريق لا اياه لا حول ولا احوة الا بالله اياه لا اله الا الله الحالة الحمد لله الله يفرج عليكم اختي نادية لا اله الا اختي نادية تخلي لي الرقم تليفون ديالك نطلب الاخ سامي باستقبل مكلمات انه يحتفظ بالرقم ديالك لعل ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا الشباب من ابواب الخير ان شاء الله تعالى يقعد تعاون باذن الله لا لا نادية لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله اختنا نادية هذا نموذج من النماذج اللي ممكن ان الانسان يكون في واحد وضعية مريحة عنده المال عنده الخدمة عنده الصحة ولكن من يدري يقول لك الفلك يدور والسويع بالدالة الانسان اللي هو طالب معاشو خدام غير بدراعو الى قدر الله تعالى واحد النهار وقع له شي مرض او شي سقام او شي حديثة صعيب انه شكلها دي قبله يخدم معه هو ما عنده صحة المرأة في البادية كتكون دائما تعتمدوا على والديها وهي صغيرة دي ما كيدعونيها بالزوج صالح سرها الزواج فالناس كينسوا انهم يعلموا المرأة كينسوا انهم يقروها كينسوا انهم يأهلوها كل هدفها الاسماء يتلقى واحد والناس تعيش معاه هو يخدم على براء ويتخدم بالدار تكنس وتصمن وتطيب وتخبز وتسنح تيجي في المساء توجد لي عشاه لكن شكو اللي كي يتاقد بان الفلك ركيدور والسويع بالدالة الى وقعت شي واقعة مثل هذه شكو اللي غد يقدم يد المساعدة احنا في فاتح ماي وكانت تكلموا لليوم العالمي للشغل للغاية دياله هو ضمان العيش الكريم لكل مواطن لان الفلسفة ديال فاتح ماي اليوم الاممي للشغل اللي كتشتعمل فيها الشغلة كلها تجتمع وكتقدم مطالب ديالها في الختام اشنه هو الهدف الاسماء وهو ضمان العيش الكريم لكل مواطن لكن هذا الانسان هو مريض عنده مشكل عقلي وكي الناس اللي عنده امراض نفسية الاشتي ما تقولش مريض لبسم زيان كي بتاسموا لكن عنده مرض نفسي خطير كي نجي حالات كيفكر في الانتحار في اي لحظة مرض خطير نقصان في شي مايود في الدم دياله وفي الدهن دياله كي يكون عرضة للعذاب وكي يعدن بالاهل دياله والدواء دياله غاني جدا متل هاد الوضعية شكل غيتحمل المسؤولية باش هاد الاسرة تعيش عيشة كريمة هو المفروض المفروض اولا يكون عندنا في في انضام ديال البلاد دائما واحد عندنا وزارة الحمد لله وزارة التضامون والاسرة والمرأة وتنمية المستدامة ها الغاية ديالهد الوزارة هي مثل هذه الحالات المعوزة كتحاول تقدم لهم يد المساعدة يد المساعدة إما بإنجاز مشاريع مدرة للدخل إما بضمهم الى بعض الجمعيات اللي كتقوم بأدوار ديال التنمية وديال إعادة الاستثمار من جديد وتشكل في بلادنا كينو شفنا وطلعنا عليه في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب كينين الحمد لله مجموعة من الجمعيات هذا هو الدور ديالها فيها ناس اللي هما عندهم مهمة عالية وأنهم كيسعوا أنهم يكونوا كوسيط ما بين المواطنين المتضررين والوزارة الوصية الوزارة المعنية كيكونوا كوسيط كيشوفوا اشنال الاحتياجة ديالهم كيقدموا لهم واحد مجموعة من المشاريع كيعلموهم اللي يقدر يدير تربية الأطفال في الحضانة اللي يقدر يدير النسيج اللي يقدر يصوم زيت العود وأمله اللي يقدر يربقنية والمعز اللي يقدر يدير أي حاجة يديرها النسيج الصوف لكن المشكل اللي كيعانن منه هذه الجمعيات هو قلة وندرة التغطية المالية دائما كيقول لك الميزانية ما عندناش الأفكار هم موجودين والسواعد موجودة والوقت موجود والهمة عالية ولكن في نية الميزانية كيوضع لك الإنسان مخطط كيوضع تصور لمشروع كيوضع اللي غادي مولوا كتقول لك الوزارة أنا حسب التقسيم دي الأعضاء دي الحكومة الميزاني للسرطني هي هادي كنوزعها على الأطراف اللي هي محتاجة كين ناس اللي عندهم حتيشة خاصة ناس عندهم إعاقاء ناس اللي عندهم نساء أرامل نساء مطلقات نساء معنفات نساء كدا 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 داك شي لقسم الله وهذاك كيبقى دائماً اللي كتسمع الهادو وكتسمع الهادو كدقار كل واحد دار جهده وكل واحد دار اللي عليه شكو اللي يجب أن يكمل الطريق اللي يكمل الطريق هو المجتمع المجتمع نحن فيما بيننا لابد أن تكون عندنا الروح ديال التضامن وديال التكافل فيما بيننا وإلا كانت هذا الروح رأى مانفكوش في الميزانية علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا أعطانا الميزانية كيف ذلك؟ ملك يجي واحد الأسرة فقيرة وكتجي واحد مجموعة للأسرة المجاورة وكيتعاون معها كيتعاون معها بالعطاء وخانا ما عندي شي بحدود ولكن ملك نعطيه ولول قليل أشقى لنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ما بغينا سمعة ما بغينا انتخابات ما بغي تشحجة سوى في سبيل الله ما هو الأجر والتواب قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم ليس دائما أن نلقي باللوم والعتاب على الجهات الحكومية والجهات الوزارية والجهات الهيئة المنظمة ليس دائما رحت المجتمع المجتمع ربما فرط في الروح تضامنية اللي كانت يتميز بها المغاربة حتى المغاربة غير في السبعينات كان ما يسمى بالتويزة واحد العمل فلاحي كان تعاونه جميع كان تعاونه القوي يأخذ بيد الضعيف واشي ماشي جديد قديمتش في أهد النبوة في أهد النبوة أول مطلع مطلع الإسلام كان النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتني على كل تجربة فيها تضامن وتكافل وتعاون كان مرة تقول الأشعريين أحبهم هم مني وأنا منهم لماذا كيقولها الأشعريين واحدة قبيلة قبيلة تابعة لأبي موسى الأشعري الأشعريين أحبهم هم مني وأنا منهم فقالوا يا رسل الله لماذا تمدح الأشعريين هكذا أكثر مما تمدح قومك من قريش ماذا الأشعريين قال هؤلاء القوم إذا قل زادهم جمع كل منهم ما عنده من مدخرات ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم النبي الكريم يقول هذا الكلام هذا الكلام رأي يمزمان قال لك هذا هو الرائد في الاشتراكية ما يسمى بالاشتراكية الإسلامية الاشتراكية رمشي جابة كالماكس ولا جابها فريدريك انجلز ولا جابها أحد الفطاحي ديالتي الشيوعي لا الاشتراكية الإسلامية الربانية النورانية الأشعريين كان يقل زادهم نظام قبيلة قبيلة مرة كيكون القحط والجفاف وكتكون ندرة في الإنتاج ماذا يصنعون؟ ماذا كيبقوا يشكيو وكيبقوا يبكيو كي ياخدوا البادرة كينود رئيس القبيلة والأعيان ديال القبيلة وكيخرج كل واحد لكش المدخرة اللي عندو هاللي قسمني الله هاللي أعطاني ربي كيوضعوها في كتنا بيضة كبيرة هذا كيجيب مئة طون ديالكدا واحد كيجيب جوج كيلو واحد كيجيب وانو لكش اللي قسم لك يحطوه بل ما تسول ماذا عندك وش هالك تكسب ومن اللي كيجمعوها كاملة يقتسمونها بينهوا بالسوية كراس كيعطوه سهم كراس كين اللي غرب بوحده عندو مئة سهم وكين اللي عندو عشرات نفوس عندو سهم واحد كيسهم به لكن من اللي كيجي القسمة كان يعطيه الكراس ما يحتاجوا إليه فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا قل زادوهم جمعوه ثم اقتساموه فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم هذه الاشتراكية اشتراكين للتضامن للتكافل ونحن في أمس الحاجة إليها لكن ما نوصلنا للاشتراكية على الأقل نوصلوا إلى مفهوم التضامن مفهوم التوسعة على الآخرين نبال أختنا هذه أختنا أختنا في وضعية مزرية لكم أن تتصوروا إلسانة بدوية في قرية زوجها كيعمل عطاش ألطاش خدام خمس على قد جهدو فحينما أصيب بالمرض من يساعده اللي غد يساعده هما أهل الخير وأهل الفضل خصوصا اللي هما في الموحيط دياله لو قام كل واحد في الموحيط دياله أعانى إخوته غد يكون خير عظيم يعمو على الجميع فنحن نبغينا في هذا فاتح ماهي مش دائما نتغزل بالإديولوجيات التي قادمت من الغرب أو الشرق هتحنا كمغاربة رعدنا قيمنا وعدنا عادتنا وعدنا كرامنا وعدنا تضامننا وعدنا تكافلنا وعدنا اليقين في الله بأنك لما تعطي كيف ذلك الخير هذا يقين من لك تعطي كيف ذلك الخير ما نقص مال من صدقة بالعكس صدقة هي كتحميلك المال كتدلي تأمين أحسن أسيرونس أحسن تأمين على الممتلكات هي حينما تعطي وتسعد الآخرين وتدخل إلى قلوبهم البهجة والسرور اختي نديا احنا قلوبنا معك واحنا لن نسعد ولن نرتاح إلا بعد أن نركي مرتاحة والخطة مشغل نديا واحد العدد كبير للأسر المغربية في مختلف الجهات والأماكن عدد وضعي الهشة هذا الفقر ما نسبوه في الحكومة ما نسبوه في السياسة التي يقوله مغلوطة وفشيلة ومتردية لا الفقر تاريخي مدهر خلق الله الوجود الفقر كان وسيضل وسيبقى ولكن اللي خاص هو عوض أن نرمي بالاتهامات على الأخرين تعالوا بنا نتعاون كل واحد في المنطقة دياله كل واحد في الدائرة دياله يتعاون بالأقرب إليه وهكذا إذا وضعنا اليد في اليد كيف كي يقوله بالفرنسية كل واحد كي يمدده ليدو الأخر ستطعوا أننا نحتوي هذا الفقر علاش حتى الخير موجود يكتب عليك الكتاب اللي يقول لك الفقر الخير موجود ولكن هو متراكم في جهة معينة وضعيف في جهة أخرى وشبه نادر أو منعدم في جهات أخرى فلو درنا واحد القسمة عادلة ما تقولش قسمة ضيزة يكون تعاون خلينا منك الفكار الماركسي لك يؤدي إلى الصراع لك يقول فكار الماركسي يا عمال العالم اتحدوا فليس لكم إلا قيد تكسرونه ويدعو إلى التوارات وإلى سفك الدماء هذا كلام لم يفلح وإنما الفلح كيكون فاش في المحبة وفي التضامن وفي العطاء التطوعي علاش؟ ما أشغد سنة الغني غادي يقول أشغي شيطلية أنا خدمت وتعبت وشقيت وصهرت الليالي وراكمت التروع وإحنا أخر كان يخدم على قد جهدو ولا ما عندش القضاء على العمال وأنا مالي هتقول لي لا مالك عندك داخل كبير لأن اللي غادي شيطلية هو أجر وتواب عظيم من عند الرحمن ربنا عز وجل يقول لنا في كتابه العزيز من الذي يقرض الله قاردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله تعالى هو الغني عن العالمين وكي يقول لنا من ذا الفقر وذا الغنى ودالوا لعلا باش الفقير واش غي يصبر والغني واش غني جود بما أعطاه الله تعالى أشقى ربنا عز وجل من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا وهل ربنا محتاج حتى يقترض هاشا وكلا وإنما هو تعمير مجازي كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ينفق المسلم من دفقه إلا ويضعها في كف الرحمن الشيكة وضعها في كف الفقير تضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل فأحنا محتاجين إلى هذا الروح التضامنية هذا الروح التكافلية فيما بيننا والخير موجود في بلادنا ربما يقولك بأن هناك فقرون وهناك المؤشرات التي تدل على أن النمو الاقتصاد ضعيف الخير موجود والخير يشيط عليهم ويرميه على براء لو أنهم انتبهوا وجمعوه وأعطوه لإخوانهم الفقراء والمحتاجين لكان خير عظيم فللنا نديا سوف نحتفظوا بالرقم اليالك إن شاء الله وغير تكون الشباب من أبواب الخير غن تصنبك بإذن الله وعندنا يقين بأن رحمة الله واسعة وعندنا يقين بأن رزق الله وفير وعندنا يقين بأن الله تعالى الآن 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 ينظر إلينا ويبتسم وناظر كيف تصنعون أسأل الله الواحد الأحد أن يتجلى علينا وعليكم جميعا بالخيرات والبركات والأرزاق والفتوحات آمين آمين يا رب العالمين فاصل قصير ونعود فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونوصل مستمعي الأفاضل استقبال مكالماتكم كلنا آذان صاغية وقلوب وعية لكل مداخلة ولكل تساؤل وفائدة اللحظة نأخد مكالمة من إقليم القنيطرة مع للا فتيحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبرك فيك الحاج ونبرك العواج للحاج الله يبرك للا فتيحة الله يطول عذرك لنا الحاج أعزك الله وأكرمك الله كل حاجة أنا واحد صيدة وغيبة ليلة هيل الله وعنده واحد مراجعا نمضي خير الله سبحانه وتعالى الحاج الله يشافك يا عافك يا رب عندي ذاك الله وفعينا محمد يالي وكل مسلمي بيديا والكم مسلمي ويقول نسلم وكل مسلمي بجيبهم فيها الحجل يكف فعالية وكنت لان الله سبحانه وتعالى ونقضل لك بطاية تعمنا يا رب حي داعيك خير والله يا رب يا رب للا فتيحة مشيتي يا الطبيب مشيت السبطار ياللي الحباء اللي اقرب لكم يا بكتور شيك سبيطر مطبع سبيطر ايه؟ وقال يقولون لي هذا المرض عنديش علاج يلاك كان قادمي صديقش ميزيك لا حول الواء وانديش وانديش ليلى هيد الله فتيحة لا حول ولا قوة الا بالله الله شافي وعفي الله شافي وعفي للا فتيحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصحة نعمة هي تاج على رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى اللي يكرم الله تعالى بالصحة والعافية خاصوا يكتر من الحمد ويكتر الله من الشكر أعظم نعمة يعطيها لك مولانا أنك تستيقظ صباحا وتجد بأنك سليم البنية صحتك لا بأس بها الله يجعل باركة ومنك تشوف النسل هم عندهم أمراض مثل هذه كتشعر بمقدار اللطف الإله عليك كتشعر بأنك غني لأن ربي عز وجل أغنىك عن زيارة المستشفيات والطباء والصياضلة مادم أعطاك الله صحة وعافية فأنت من أغنى الأغنية فاتحقتي كل مرض إلا وله دواء لأنني قاعدة إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء فربما بعض الأمراض بقى مستعصية في طور البحث عن العلاج المناسب لكن حينما نجد صعوبة في العلاج ننتقل إلى العلاج بكلام الله سبحانه وتعالى كلام الله تعالى ربما قد يقول قائل وهل القرآن الكريم أنزل من أجل العلاج؟ لقد أنزل من أجل التشريع هذا فكر نمط للتفكير عند بعض التوجهات الفكرية في تاريخ يقول لك القرآن الكريم أنزل من أجل التشريع مثلا حركة الإخوان المسلمين في مصر بدأت وانطلقت في العالم كان الفكر ديلا بأن القرآن الكريم كتاب تشريع إن الحكم إلا لله ولكن هذا نمط من تفكير وإن لفأ القرآن الكريم في كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء هو كتاب تشريع فيه أحكام وفيه أخبار وأيضا فيه قصص وعبر وأيضا فيه هدايات وإرشادات ثم فيه أسرار وفيه بركات فممكن أن القرآن الكريم يكون سببا في العلاج والعلاج يكون فعال لكن بشروط أولها استحضار النية أنك تكون عندك اليقين في كلام الله إلا ما عندكش اليقين أنا ما يكون وانو جمعا عندي الناس كيقول لك أنك أن تعالج بالقرآن حتى ما عندي فلوس إما بأنه فقير ما عنده شوش دير العملية مش شوش أدوية وإما عنده الفلوس ولكن ذلك المرض اللي عنده خطير جدا ما عنده دواء كيقول لي وانتقل الآن إلى العلاج بالقرآن كيقول لك استعملته فلم أفلح لما السبب قد يكون في عدم استحضار اليقين والنية لأنه يقال ماء زمزم لما شرب له والقرآن الكريم لما قرأ له حينما يكون عندك اليقين في الله بأن النفع من عند الله والضر من الله والعطاء من الله والمنع من الله عندك هذا اليقين هو اللي اكتمع لك سبحانه هذا المرض هو اللي قدر يزيله ما عندكش وسائل طبية ما عندكش مال كافي للعناج إذن عندك يقين في الله تعالى ممكن تستثمر هذا اليقين ويكفي لأن لا فاتحة قبل ما تنعسي خذي واحد الإناء دير الماء وقرأي فيه صورة الفاتحة اقرأيها سبع مرات ولكن حضر اليقين يكون عندك اليقين بحالة اليقين هو واحد شيء اللي صعب نعبره عليه هو عندك واحد ثقة فوق زائدة ثقة عمياء بأن النتيجة تكون إيجابية هذا اليقين في الله سبحانه وتعالى إذا حضرناه رشف جاي جاي أما اللي في قلبه شك في قلبه ريب اللي عنده تردد واقيل ويمكن وربما هذا ما يقواله خذ سيكون عندك اليقين الكامل غد شرب إينا دير الماء قرأت عليه بصوتك أنت ما تحتاج للرقي ما تقلم لأشيو واحد قل لي أشقر علي قرأ بنفسك أنت قرأ بما قسم الله لك وشرب ذاك الماء وشربه وخلدك الماء يسري في عرقك كلام الله جميع الخبط والخبائط في الجسم ستخرج مع التبول بإذن الله الواحد الأحد شحال دي الناس لقينا معهم أمراض خطيرة وشوفوا شفاء تاما بهذا اليقين لن فتح الله شافيك أسأل الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن يتجلى عليك بالشفاء التام اللهم شافيها وعافيها اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم رزق الصحة والعافية وتمام العافية رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألماء اللهم شافي أختنا فتيحة وشافي جميع أمراض المسلمين والمسلمات قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم ونتحول من القنيطرة إلى أسفي مع للا نديا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم برحمة للا نديا لما سألك ابنتي الحمد لله ابنتي الله يباك فيك نشكرك هذا البرنامج لا عفو ابنتي أبيتك الدعم معي والدعمة وريدية يا ربي يا كريم أبيت نعود لك غير أبيت الله يفرج علي أشوق عليك نديا عودي لنا على حياتك أشوق عليك بنتي شحل عمرك أنا بنتي 76 بنتي 76 انتبارك الله تبارك الله من العود لك كانت شخصة وني واحد أي وغيابي يرخطوه ومني بين شي قليل حال عندك في العمر أنا تستمت بالي يالف أصغر مني أي انت عندك 43 سنة أي وهو هو مني بيخروس وقلني قليل حال عندك في العمر أنا تستمت مدويته نعم ومشى وجاء واحد أصغر أي حتى هو مني نفسه أصغر مني يسولني قال يشعر عندك في العمر تستمت مقدش عنده ويمان قلت لي هو ألوبان يدري صير أي وقل لي واحد تستمت ليلة هيل الله يعني بكيت وعدبت والديتها هما معايا وبغيت غير إذا كان في الناس يفرج علي يعني هذا هو العمر لك أيها بنتي مزيئن الصراحة راحة أنا ما بيت تقليد حد أيها بعد ما يتسعلك بلاكس أنت كنت صريحة أنت كنت صريحة وصديقة أنا ما بيت تقلب بشي حد نكتب عليه أو شي حاجة أيها أنا ما بيت تقليد حد لا حوله ولا قوة إلا بالله الله أحسن عوانك بنتي نديا بيت عميك وراباني بيت بس الله يفرجها علي مني إن شاء الله يا رب علي إن شاء الله إن شاء الله لكن شوية الناس أنا ما بغيشتكم المسيمنين بزاف ما بغيشتكم المسيمنين بزاف المسيمنين بزاف يا ربي انا عندك رايبا معي يطلق حساب اصطمت وبكيت وهذاك الولاد الناس ما غايش اصطمم معي ما غايش نعدي فا معي واخا بنتي نادية يا ربي انا اطلب منك نادية بعدها او اش كندري في الحياة لا انا كانت خدمة ولا عد عارتك شي يدري ربات وبيتة ربات وبيتة والتاتة ورميهنة تور خدمة واخا بدوني اجر ولكن رميهنة مهمة ومهمة جدا ربات وبيتة وقل لي هوفق عمر بيا فمك ربات وبيتين ايها بنتي وقل لي يا بنتي نادية خلينا رقم التليفون لعند الاخونا سامي في تلقي المكلمات وفي الاخراج خوديم لعنده يخدم عندك تليفون ديالك وان شاء الله تعالى ربي سخر ونتوصله معك بنتي نادية وكان شكروك نادية وبغيت نقول لك لا داعي للقلق لا داعي للحزن خاصة نتعلمه هاد المبدأ ايه الاحبه الكرام جميعا داك لك يبغيت تفرجع يقولك تقلقت تصدمت تبكيت شويت تحرقت مالك اخويا شوق في ملك الله واشكت سوا الدنيا كلها لي غنت شوع عليها وغنت فرق عليها وغنت حر لا تسوي عند الله جناح بعوضة صالحون واولياء الله صالحين اش كي يقولك اياك ثم اياك ان تعظم الدنيا في قلبك هذا المبدأ مهم اللي بغي يكون بعيد عن الامراض النفسية اللي بغي يكون بعيد عن الصدمات النفسية اللي بغي يكون بعيد عن الارتجاجات النفسية ببساطة لا تعظم الدنيا لا تعظمها اللي جات مرحبة هكذا اغنفق بهذا المنطق لان هكذا هو الواقع الدنيا حينما خلقها الله سبحانه وتعالى نظر اليها نظرة واحدة ثم ولى وجه الكريم عنها علاش قلا لانك لا تسوي عندي جداح بعوضة لان ما اعده الله تعالى وما ينتظر الله عباده المؤمنين كتير وكتير جدا فبغي تكاوب بنتي اول حاجة تقلقيش تانيا قضية الزواج عندك تسحبها بنتي راختيار وخاكين العرض والطلب مراكي جيك هذا مراكي جيك الاخر هداك يبغيك هداك صدمك هداك يبكيك هداك ضحكك هداك شي غير تجارب في الحياة وإلا فإن نصيبك في الزواج مكتوب مكتوب ونسلفا ذاك اللي غادي يديك واتكون انت النصيب دياله واتكون امه اولاده بإذن الله را مكتوب في السيجين المحفوظ راحت وحل ما غاديه لك را ملكين جي شي واحد بغي يخطب شي بنتي الملائكة اللي في السماء اللي عند السيجين المحفوظ كتنظر فيه وكتقول هدا جي خطبها الدرية هو غير مسجن عندنا هنا في السيجين المحفوظ فتقول تضرب بأجنحتها وتتصايح وتنادي رب العالمين وتقول ما بالو فلان يريد ان ينكح زوجة فلان وما بالو فلانة تريد ان تنكح زوجة فلانة هدي بغد دي دي الفلانة وده بغد دي دي الفلان ممكنش مكتوبش عندنا وده وغيد زوجه هم عارف بأن القدر الإلهي المكتوب لا يغير إلا بالدعاء فانا داك ملك يكون كل يوم مكتبين ينفض الجمع بعده ملك يكتب لك الله اللي مكتوبين تدخل الملائكة الآن تبت الحق أتقل قيمة حزني قولي بنتي نادية قولي بأن الملائكة في السمع قالت ما بالو فلان يريد أن يتزوج بزوجة فلان وما بالو فلانة تريد أن تتزوج بزوج فلانة سنة القصة وانتظرين الفضل والكرم من عند الرحمن ربنا عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض عندك تقول يا نادية السقعت قادة رجالا مبقوش ولو كلال فيدهما لا لا مش الغلطة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اللي بغيتها عند رب العالمين اللي بغيتها الرجال الوسيمين طيبين المرضيين المهديين بالوفرة لبغى ربي عز وجل يهيئ لك أحسنهم ويجعله في طريقك ويجي هو يقلب عليك بإعازم وقوة من عند الله لكن بشروط هو أن الإنسان يبقى قلبه معلق بربه القلب ما يتعلق بواحد من المخلوقات عندك تشوف الشي واحد عنده شي باركة ولا شي واحد عنده شي بوست صحيح وتقول يا عاوني ساعدني دي لي لا قلبك معلق بربك والشي الأخرى غير مخلوقات حتى هم مدني ديهم المساعدة ولسانك رطبا بذكر الله اللسان دائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله ولا تطمع في أحد من الخلق سواه سبحانه وتعالى بهذا العقيدة القوية غد القرب عز وجل لك يعطيك اليقين وإذا تبت عندك اليقين أعطاك المولى نديا قلت لي ما بريدشي واحد من المسنين هو الصواب تقول لي من السنيين المسنين هم دوك اللي كبر في السن لفات ستين سبعين ثمانين سنة كتسمى المسنين دار المسنين والتي بغيت تقول لي السنيين بيكون من السنيين بزاف وش لهم السنيين السنيين هو اللي يتبع السنة النبوية الشريفة النبي الكريم قال لذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني أن الإنسان يتبع السنة ويبعد من البدعة فمجموعة للشباب تقول سني بغيت بعد المنهاج المستقيم الذي دعا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لقال من سن في الإسلام سنة حسنة فلاه أجرها وأجر من عمل إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا المشكلة اللي أوقعت هي أن بعض المتدينين من الشباب مفهمش ما حقيقة السنة لكن اللي يظن أن السنة هي أنه غير تلقى لحيا وهي من السنة وأنه غير مثل القميص حتى هو من السنة وغير تدير واحد العماماء ولطاقية أيضا من السنة لكن السنة مش هي هذه كلها هذا واحد الجانب ظاهري من السنة وهنستعمل السواك وهندير الكحل وهذا نظام كان حتى في أحد النبوة كان عنده حتى اللي غير المسلمين المشركين واش كتصور بأن أبو جهل وأبو لهم كان لابس كوستيمة تخوابوطان ودير كخافاتة ودير الكولار لا أبدا حتى هو كان لابس جوبة ودير لحيا ودير طاقية ودير عمامة نفس اللباس هذا كلباس قومي السنة الحقيقية كتبدا من اللي كتبدا كتبدا من القلوب اللي كنقول ذلك سني ودغير سني كتظهر في القلوب القلب واللول إن الله فلا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور اللي سني كتلقى القلب دينه عمر بالمحبة عمر بالمودة عمر بالخير للناس عمر بالأمل في رحمة الله الواسعة لا يؤس الخلق من خالقهم كما كان وحد الرجل في التاريخ في عهد أحد الصالحين القهاب تسبب الناس يقول لهم كاتر الفسقو وكاتر الفجور الخمر والفساد والربا وكذا أبنك يقبحكم الله وكي سبك العن في الليل ناعس هو يشوف وحد الهاتف من السماء يقول له كف لسانك عن خلقي كف لسانك عن خلقي لا تيئسهم من رحمتي لا تيئسهم من رحمتي لكن ربنا عز وجل قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه الغفور الرحيم كيف يمكن لمخلوق مثلنا يجي ويقول الناس كاتر الفساد وكالضلال ويشدد للناس فمن شدد شدد الله عليه فالسني أول على مدينه هو القلب يقول عمر بالمحبة والمودة واليقين في الله وحب الخير للناس ثم العلمة الثانية اللسان لسانه لا يفتر عن ذكر الله كتلقى دائما كنتق بكلام طيب صالح ثم كتلقى عينيه العينين دياله فيهم رحمة اللي كتشوف لي في عينيه كي بلك فيهم حياة ورحمة هذا السني إلا بلك عينيك يلعبوا عرفوا رمشي سني وخدر الكحل ثم بعد ذلك كتلقى عنده روح المبادرة في فعل الخير روح المبادرة إلا كان شي عمال ديال الخير هذا السني ثم بعد ذلك كيزيد اللباس الهيئة هذا تسمى سنة الهدى اللباس العماما وهذا تسمى ليس سنة الأصلية وإنما سنة سنن الهدى لأن السنة أنواع ومراتب ذكرها المحدثون وذي اسموا سنة الهدى يعني أنه ممكن دير كذا أو دير كذا فبنت ناديا ربما أنت عشت الجريبة بعد الشباب اللي ربما يلبسوا اللباس وكيدوا لهذه الهيئة ولكن لك التعامل معك تلقى شديد هذا خطأ ربما هو يعتقد بأنه صواب وتلقى عن بعض الشيوخ إما عن طريق الكاسة أو التسجيلات وظن أن ذلك هو الصواب في ظنه ولكن الصواب الحقيقي هو أن من استنى بالنبي الكريم أول صفة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سيدنا النبي من اللي يشوفوه كيف رحوه مش تعرف رأسك سني ولا مش يسني شوف الناس من اللي يشوفوك وش من اللي يشوفوك يقولوا تبارك الله فلان من الصالحين كيف رحوه الله بتعنينا شحال مش الناس بقام عادة في الغادي أشخاصك وجودك فيه مودة ورحمة أنت سني أنت على منهاج النبوة أما إذا كنت غيرك توصل يقولوا ناري ها هو جا ناري بالدل بالدل سعب أخرى يوقع الخوف الرعب والإرهاب الفكري والنفسي عارف رأسك بأنك لا بد أن تغير هذا المنهج الخاطئ فبنتناديا الله يكمل لك الرجاء ويسعد القلب ديالك ويحقق لك المنع في القريب العجيل حنا نخلينا الرقم ديالك إن شاء الله تعالى ونت وصله فيما بعد وربيجي بالكتسير ولكش يود لس رغب في الزواج سنكون سعداء في التواصل بينه وبين للا نديا من إقليم أسفي وقد تحولوا إلى مكالمة أخرى من أسفي مع السيم محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهل سيدي محمد الله يحفظك السيد طيب كدير بخير الله يبرفك أخويا هذه اسمي العزيزة محمد اسمنا عزيز الكريم على كل الأمة الإسلامية الله يعزك السيد طيب وميزيك بخير كدير بخير الحمد وربي وشكروه أخويا أحبك السيد طيب أحبك السيد طيب بما يرني باقي مرهب أعقلت عليك السيم محمد إياخوين انت اللي كان وقع لك أنك طلقت مع الزوجة إياك السيد طيب إياك لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخويا محمد لو فصلت لك كيفاش وقع لك من اللي تفرقت انت والزوجة نفسعك انت سليم نفسيا سيد طيب كالتالين نفسيا أنا كنت شب دورنا قبل لي العساب إياه وإني بخير خدام معم على راسي بخير وعلى خير لعب سيدي إياه ومني وقع لي إذاك شي مع السيد طيب كالتالين تضمت وحتى المسعيب السراحة لكن تشكدير وحتى يقعه أحد إله إلا الله صدمة أش وقع في ملك الله أخوية تصدمت سليم محمد أش وقع أش وقع ما عرفش وقفة طيب لي ما عرفت رني ما بقادر لن خدام لن دير وارو دابا شي سيام دابا مشي كاعد وحط طبي إياه ثاني هنا في أسود إياه ودهوس عنده سيط طيب أعطاني إذاك الدوافر ما زال كان أخوة شوية للشام شوية للشام شوية للشام شوية للشام بفراسة كان قاش قدر نتمشاوه سي محمد أخويا في المنام ديالك ملكة العس واش كتتحلمش أحلام وخيفة؟ بس طيب لا مورا العاصر كتشعر بأنك كيتبدل عندك الجو ولا الجو عندك بدل نهار كامل جو عبدين بدل نهار كامل كنفاق من الصباح مني كنفاق من الصباح جو عبدين بدل ما شي هو هذا ليلى هيل الله ليلى هيل الله الله يفرج عليك الله يفرج عليك يا ربي يا كريم وده بقى أش كدس محمد مش تتجاوز هاد الوضعية كدسي جهود كدسي مجهود باش تتجاوز هاد الوضعية وكان دير مجهود ودرسي الطيب وولد نصلي وكان صلي بالليل ليلى هيل الله صالة ودرسي الطيب عودوا بالله من الشيطان كيجوني في الشياطين كيقو بيا الله دي رادي دي رادي وقايت قايت كنصلي في يامات ليل ونار دا دا ما قايتش كنصلي ثاني ما قايتش كنصلي قايتش قدرنا توضى ونصلي لا حول ولا قوة إلا بالله اللي دين ما عنديش وما عنديش باش ندير شي حاجة الله يفرج عليك أخي محمد الله يفرج عليك الله ينفسه لك الكروب يا رب يا ربي يا كارم سيد محمد يا ربي يا كارم سيد محمد اخذوا قرار بأن الدين شأن شخصي أو أن الدين تقافى وإبداع بشاري وأزاحه عن الحياة فربما أنهم يحتاجون إلى من يساندهم ملكة جم أزمة نفسية كيوقع عليهم هذه الصدمات وكيوقع عليهم هذه الضياع لكن نحن في المجتمع الإسلامي نحن أمة لا إله إلا الله نحن أمة الصلاة نحن أمة المطر نحن أمة الخير وخصوصا في بلادنا المغرب هذا البلد السعيد بلد الصالحين بلد الأولياء بلد الأخيار بلد تلاوة القرآن الكريم غريب جدا أن الإنسان يكون عنده مرض نفسي لماذا؟ لأن القضية كل مرتبطة من مدع من مشكل تفكير حيث المرض النفسي أصلا هو غير نمط تفكير كيف تفكر قل لي فيما تفكر أقول لك من أنت وختاما أن كل ما يدور في دهنك هو ما سوف تحصن عليه الفكر اللي أنت ستلعطيه في الدماغ ديالك الطبيب النفسي يساعدك عن طريق أدوية عن طريق توجيهات وإرشادات ويبدو أخي أخي محمد أن الحالة ديالك ماشي لا تبدو أنها مجرد مرض نفسي قد تكون مركبة مركبة من مرض نفسي لأن هجوم الشياطين عليك كما تقول في الخيالات ثم تركت الصلاة هدفه إشارة ولو من بعيد بشكل خفي بأنك المرض ديالك ماشي نفسي مئة في المئة هو مخلط أو مركب من مرض نفسي زائد مرض اللي هو روحي اللي هو دي الوسوسة الشيطانية لأن الإنسان حينما يترك الصلاة لك سعص في العناج صعيب عليه بش يدركه العناج صعب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو نبي وكانك وجه مشاكل في الحياة مشاكل خطيرة ربما يقول لك سي محمد تصدم ربما علاقته مع الزوجة وقعتني صدمة أكبر صدمة يتصدمها الراجل مع مراته في حالة الخيانة سينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتهمت زوجته بالخيانة أمنا عائشة رضي الله عنها في واقعة الإفكي وبقى أيام وليالي وفي حيرة ولكنه لم يصدم لماذا؟ لأنه علمنا أن الإنسان دائما قلبه مرتبط بالله دوز الفقر ودوز الحجرة والتهجير ولم يصدم علاش؟ لأنه دائما علمنا قلبه مرتبط بالله حينما يكون الإنسان هكذا على طول مهموم ركد أروح خبيتة جوالة كيف هناك ملائكة الرحمن جوالون هناك شياطين جوالين ألا ما كي قلب ملائكة الرحمن كي قلب على أي مجلس في الدكر أي مجلس في الصلاح أي مجلس في الفلح الملائكة الطوافين يحومون حولهم ويبقون معهم والشياطين كي قلوا علاما على كل مجلس في الصداع أو في المنكر أو في الخصام ولكل واحد قلس بوحده وصد عليه الباب كتجيه الوسوسة يقول البعليك يقولك هذا مادة سائغة داسيمة كي يجيوا لعندون اليوم وغدا وكيبقى يوسوسونيه في الدماغ دياله رأى خاص محمد يعطيك طبيب الدوع ويعود ذلك الدواخر صعيب باش تعالج خاص لا بد أن تسده منطق التفكير باش مدخلوش إبليس يبقى يوسوس لك باش إبليس يسده عليه الباب خاصك تخرج من العزلة أول حاجة أخويا محمد تخرج من ذلك الدائرة المغلقة ظهر كامل ونتقالس في الدار وكتفكر أش جرالي ماش جراليك ما وقع لك ولا أخويا أغير أنت كبرتها غير أنت تتصورتي بأن المشكلة كبيرة ربما وقع والو رعب الله وقع لهم زلازل وبركين وكيلون مبتسم كأن شيئا لم يقع أعلش؟ لأنه لا يعظم الدنيا لا تعظم الدنيا أيها الأحباب الكرام إياكم أن تعظموا واشقع يكفي الأخر كل شيء غدي موت وغنشو حفة عورة واحتوح ما غدي معه شي حاجة إلا الأعمال الصالح فلما إذن هذا الحرص؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه المبادئ في قلوب صحابته الكرام حينما وجد عبدالله بن عمر هو شاب مقتبا لعمر وكيحب الدنيا ويقرل عليها ضرب على صدره وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل هكذا غسي كل المؤمن هنا في الدنيا غربا الغريب هاشي واحد غدا يزمي الوحد دوار وغدا يمشي في حاله بيتغدك الليلة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لك يعظم الدنيا لك يعظمك يا مرض أحسن طريقة للعلاج النفسي هي أن الإنسان لا يعظم الدنيا ثم أخرج يا أخي محمد من الدائرة المغلقة خرج تشوف وتشاف خرج تلقى مع الشباب في متل سنك سير أخويا لعب الرياضة دين كرة القدام سير المقهى مع أصحابك شاركهم في أحوال الحياة دخل إلى جمعية تربوية سير السوق بيع وشري تعلم بدا من السفر قل لي أن نعود من السفر لكن أن تبقى هكذا مريض في البيت الوالدين يتعذبوا وأنت أخيك التعذب والحياة غالية والمصارف ديال الدواء باهضة وإلى متى أن نبقى وغنهاك أخي محمد لا لابد أننا نحرص أن نغير الحياة ربي عز وجل أعطنا القدرة على أننا نغير باش نغيره بقوة الإرادة واليقين على الشيطان قل أعود بالله من الشيطان الرجيم أعرف بأن إبليس يجيبك الأوهام يقول لك ما عندك زهر شوف أشترى لك ضلموك تعدو عليك شوف الحجرة اللي حقروك ودروا لك السحر دروا لك توكال دروا لك العكوسات دروا لك كده رأى إبليس رأى إبليس كي هو اسوس لك ما تسمع ليه قل أعود بالله من الشيطان الرجيم ثم قم وتوضأ اغتسل جاع أولا وتوضأ ثم اذهب إلى المسجد وادخل وسط المؤمنين وصلي واسجمع واسجد لله واركع وسبح له وإذا وقع لك شي شدة أسجد أسجد وأقترب أسجد وأقترب ودائما رفع إيدك للسماء قل يا رب يا رب فرج همي ونفس كربي وغتشوف عظمة الله وكرم الله كثير وحياتك قد تبدل رأى المفروض أن المؤمن لا يعاني من هزة نفسية ممكن يعاني صدمة واحد للحظة نهار يومين ثلاثة أيام وسرعانا ما تزول لكن المؤمن كيبقى دائما قوي لماذا؟ لأن الناس اللي كيمرضوا يحبوا الدنيا وكيحبوا لا دعهم شي فرصة من الفرص ويعني ايه؟ اضيع الدنيا كلها واش كتسوي الدنيا كلها؟ نركز أيها الأحباب الكرام ونربي هذا الخلق في قلوبنا وأفكارنا الدنيا ما تسوالوا وخاصة سعاوا في فعل الخير لأن هو اللي غد يبقى هو اللي يعطيك الهمة العالية هو اللي غد يعطيك القدرة على مواجهة كل التحديات لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا ندعوك باسمك الأجل الأعز وندعوك يا رحمن باسمك الواحد الأحد الصمد وندعوك يا عظيم باسمك الكبير المتعال ندعوك اللهم أن تكشف عنا الدر اللهم اكشف عنا كل در واكشف عنا كل بلاء واكشف عنا كل شدة يا الله يا الله أغتنا أغتنا يا عزيز يا حميد يا دا العرش المجيد يا دا العرش المجيد اللهم اصرف عنا شر كل جبار عنيد يا الله اسرف عنا شر كل جبار عنيد يا رحمن يا رحيم يا كاشف الغم اللهم اكشف عنا الغم والهم يا مفرج الكرب اللهم افرج عنا الشدة والكرب يا لطيف يا لطيف نسألك اللهم أن تعجل لنا بنطفك الخفي يا من قلت وقولك الحق ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون الله كاشفه اللهم اكشف عنا كل بلوى يا رب اكشف عنا كل بلوى يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية نسألك اللهم أن ترحمنا ارحمنا برحمتك الواسعة أنت ملادنا وأنت عيادنا نتوسل إليك باسمك الواحد والفرض والصمد نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم اجعل لنا من كل ما أهمنا وكرمنا من أمر الديننا ودنياننا فرجا ومخرجا يا رب اجعل لنا فرجا ومخرجا وارزقنا جميعا من حيث لا نحتسب واغفر لنا دنوبنا واستر عيوبنا وتبت رجائك في قلوبنا واقطعه ممن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لتنام اللهم بفضل قولك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا احفظنا بحفظك وارعانا برعايتك يا أكرم الأكرمين يا جواد انفحنا بنفحات من خيرك يا كريم انفحنا بنفحات من كرمك يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا يا مولانا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع مال نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا عزيز يا قدير اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما داق أمر إلا فرجه الله ما داق أمر إلا فرجه الله ما داق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر